نروح لتصريحات ميستر كولر طب هتوالي على الشاشة يا جه تصريحات ميستر كولر الترجي تطور كثيرا خلال الموسم الحالي والمبرارة النهائية صعبة بحترم ميستر كولر بصراحة بالذات لما بيبقى مركز قوي وبصراحة ميستر كولر لما بيركز يا جماعة وبيدرس الخصم بيبقى مايسترو بصراحة يعني بيبقى تحس انه كده اولا التصريحات بتاعته احترام للمنافس ودي حاجة كويسة لان انا كالعيد دلوقتي لما بيجي شوف تصريحات المدير الفني بتاعي كده فخلاص معناه ان انا 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 محترم الخصم بتاعي طول ما انت بتحترم الخصم بتاعك طول ما انت بتاعف تقدم مباراة كويسة كرة القدم لا تعترف بالتاريخ باتفق معاه في النقطة دي بالتاريخ ولذلك الاهلي ليس المرشح الاول لتدميج دور الابطال افريقيا وده حلو تصريح يعني دميل جدا ان انت برضو ان انت مش عشان خاطر ان انت اخدت الموسم اللي فات دور الابطال فانت خلاص هتاخد دور الابطال للموسم ده بدون ما تتعب ده تصريح زاكي جدا من مستر كولر بصراحة عشان كابل لكم مستر كولر لما بيركز جماعة بيبقى شخصية تانية وبيدي ثقة للجماهير وسقة حتى للعبته الحزوز متساوية بين الاهلي والترجي في النهاية ده 50-50 فعلا مستوى الاهلي والترجي متقارب هذا الموسم والمباراة يعني بصراحة يعني انا انا بحترم مستر كولر على التصريحات دي حقيقي يعني بجد التصريحات طلعة من مدرب كبير من مدرب عارف قيمة نهاء الدور الابطال وعارف قيمة الخصمة بتاعه عافيتم فيه حاجات تصريح بسبب مدير فني تصريح فيه غرور شوية ممكن تلاقيه يخلي اللعيبة زي ما بتقال كده تفك يعني تريح غير لما بقى لعيب وشايف التصريحات دي من المدير الفني اللي هو مسكني بشوف التصريحات دي انهم قدر يعني معناها ان هو مد للعيبة صعوبات زي ما بتقال كده ان المبرامج سهلة وجماعة اصلا انا انا بطل الموسم اللي فات دور الابطال طب خلاص بقى اروح ليه مش انا النادي الاهلي لأ لازم تتعب ولازم تكتهد ولازم تحترم الخصم بتاعك ولازم مميزة ويحسب لمستر كورنر بصراحة على تصريحاته وباحترمه في النقطة دي وان شاء الله يكون موفق في اختياراته برضو معنا تصريحات مستر ميجل المدير الفني للتراجي هو برتغالي برضو يعني المباريات النهائية تحسن بالتفاصيل الصغيرة تمام طبعا عن فكرة اخدوا بالك يا جماعة المباريات اللي زي دي الموسم اللي فات النادي الاهلي خد البطولة بتفصيلة صغيرة بكورنر في في الدائل الاخيرة كورة سابتة كورة ممكن تكون كورة كورة ميتة زي ما بيتقال يعني كورة ما ما تحسش ان هي هجمة لعب مدافع غلط آآ نقلتين تلاتة وصلت الجون خلاصت المباراة يعني انا فاكر يعني بنسبة التصريح ده انا فاكر في الفين وتمانية فاكرين الكورة بتاعت آآ محمد كابتن محمد زيدان مع سونج سونج وزيدان في كاس الامم افريقيا نهائية امام الكاميرون اللي حطاها ابو تريكا بزمتكو يا جماعة انتوا لو تبيعتوا الكورة دي الكورة دي تجيب بطولة ده كورة ميتة يعني ده الطبيعي ان انا كمدافع حاب نشكر سونج يعني بسرعة لان هو جاب لنا البطولة دي يعني سونج عمل الكورة كده رغم ان كان ممكن يعملها ويدرابها واحدة قدام خلص الماتش يعني كان صعب الامور رغم ان الكاميرون في الواد ده كان من المنتخبات القوية جدا وخلاص كان فادل دقيق والماتش ينتهي يعني كانت خلاص موضوع خلاص كان خلص زي ما بيتقال كده في ثانية محمد زيدان ضغط اتلع بك قطع بك عاملها بوز رجله كده اه لا هو كمان عايز اقول لكم حاجة زيدان في تصريحاته بيقولك انا شفت تشيرت احمر بيجري ومتزقيقها بس تيك ابو تريكا خلص الماتش وهو كان اصلا زيدان ما يعرفش مين اصلا حدش كان يتوقع ان ابو تريكا يروح في الحتة دي لان انا شفت حتى الكورة دي ابو تريكا كان اصلا متطرف وكان في نص ملعب بس ابو تريكا كمل كمل لقى الكورة انها هتقم كمل هو دي بقى الخبرات الملعب السيقة ازاي ان انت تقدر تكمل لان فرصة يعني فرصة معدومة بتجيب لك بطولة وفعلا دي تصريحات على فكرة مميزة جدا الميستر ميجل بصراع على النقطة دي لانه لازم تستغل الفرص ولازم تضغط صح ولازم تبقى مركز خسرت من قبل مباراة نهائية ضد بورتو البرتغالي وكان احساسي سيء ولا اتقبل الهزيمة اه طبعا اكيد هو ممكن هيبقى حماسي جوية مع مع لعبته لانه برضو يعني برضو انه حاجة زي كده برضو دي ممكن اه يعني درب في البرتغال وكان وخسر في وبردو كان مدرب في اليونان فاحساس ده فهو اكيد برضو عايز ياخد البطولة فاكيد برضو هيبقى مركز اكتر وهيحمس لعبته اه عجبني تصريحاته برضو الاهلي منافس قوي ونحتاج لجمهير الترجي في المباراة النهائية اه بحترمه على موضوع انه احترم برضو المنافس نفس تصريحات ميستر كولر طبعا جمعا انت برضو بتتكلم على الاهلي وترجح مش بنتكلم على ناديين صغار يعني النادي الاهلي بطل افريقيا 11 مرة الترجي برضو حصل على بطولات اه اه دور الابطال برضو اكتر من كذا مرة فالاتنين ناديين كبار مع الفوارق ومحدش يقول على الترجي انه هو فريق اه ضعيف لا فريق قوي مدام اي لاعب بيلعب في الترجي او بيلعب في الالف انت فبتلعب في نادي كبير والنادي الترجي ما وصلش للنهاية بسهولة انا انا باعتبرها ان دي من اصعب المباراة لنادي الاهلي حاجتين لانك انت العناصر اللي موجودة انت مش مش عارفها عناصر جديدة في عناصر عايزة تثبت وجودها والكلام ده انا قلته مبارا الترجي خدها اربع مرات برضو عايز ياخد المرة الخامسة وبردو احساس ان هو ياخدها من النادي الاهلي مختلف واحساس برضو النادي الاهلي ان هو ياخدها من الترجي احساس برضو مختلف فالموضوع منافسة جميلة ومباراة نتمنى نستمتع بيها وان شاء فعلا نشوف مباراة بالناديين اشتركوا في القناة